رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من حساب يقول سلام عليكم عاوزة يبا بنت عايزة أعرف حلال الارتباط ولا لا ولو مش حلال عايزة آية قرآنية تدل على كده اه من الارتباط ده قصة وقصة باين عليه يعني الليه طيب واضح ان هو رايح جاي الارتباط ده قد انا حللت الاستعمالات المعاصرة للكلمة الارتباط اللي انا اعرف انا بابتسم ده لانها كلمة كده فيها عدم عدم ثبات يعني كلمة الارتباط دي الارتباط ينفع عندنا يطلق على الجواز انت مرتبطة ولا لا يعني متجاوزة ولا لا او مخطوبة على القال فيطلق على درجات الليه درجات الخطوبة والجوازة ده او الاطلاق الاطلاق التاني انت مرتبطة او انت مرتبط مرتبط يعني ايه يعني عندك ارتباط يعني مشغول بحد عندك احساس تجاه حد او ميل تجاه حد والمفتي لازم ايه فاهمة ايه اللي بيحصل في الباقة مرتبط كمان لا ده في حاجة تالتة استعمال تالت فلان مرتبط مرتبط يعني ايه هو في علاقة والعلاقة ديت مش مستقر فيستخدموا لفظ مرتبط بدل من مجوز يعني انا مرتبط يعني مرتبط يعني وكأنه بيقول ان الجوازة مش في احسن حالتها وانتو شفتو بيتستخدم الاستعمالات دي طول الوقت انا بقى اتكلم عن الارتباط اللي هنا وكأنه الارتباط اللي هو بمعنين بمعنى الارتباط العاطفي او الارتباط بمعنى الجواز الارتباط بمعنى الزواج ده شيء شرعي وبيبقى حلال إذا كان الإنسان عنده هذه القدرات اللي فيها من استطاع منكم الباقة فليتزوق وده معناها إيه؟ إنه آه روح ارتبط إذا كنت متمكن من ده ما عندكش الإمكانيات دي توقف توقف عن الارتباط بمعنى الجواز إذا ما كنتش مستطيع طيب طيب الارتباط العاطفي بقى الارتباط العاطفي بقى فيه شوية تفاصيل حد بيقول لي ينفع إن أنا ارتبط عاطفين بمعنى إن أنا حب حد الحب كمعنى ده حاجة ما حدش يقدر يمنع دي قيمة الحب ده قيمة فلما تدخل في قيمة إنت معجب بحده بتحبه ده قيمة ما حدش يقدر يمنعك لكن المشكلة بقى في السلوكيات بقى المترتبة على هذه القيمة إنت هتعمل إيه؟ هتشغل الحد ده؟ هتشغله يعني إيه؟ هتفضل تقوله أنا بحبك وتفضل تشوش عليه حياته وتبتزه عاطفيا بهذا الحب آه تبتزه عاطفيا يعني إيه؟ تمنعه من إنه يتحرك إلا بإذنك أو إنه يعمل أي حاجة وأنت ليس عليك يا سلطان إيه السلطان اللي يك عليه؟ إن أنت مرتبط بيه إن الارتباط ده إيه حكمه في الشرع؟ ولا حاجة الارتباط ده إيه حكمه في الشرع إيه؟ ولا حاجة فإذا كان المقصود بالارتباط إن اتنين يبقى بينهم صلة فتنزله هو منزلة زوجها أو ينزله هو منزلة زوجته فده ممنوع ده ممنوع الارتباط بهذا المعنى ممنوع لكن إن يكون فيه عاطفة ما بين حد والتاني ده معنى جميل راقي فمن دنسهوش بقى بالمخالفات الشرعية يعني إيه من دنسهوش من المخالفات الشرعية واحدة مرتبطة فيبقى اللي بيقوله لها الشخص اللي مرتبط به مقدم على طاعتها لأبوها واماها ها؟ ليه يعني؟ نحن عندنا حياة يسمعها بر للولدين وقدر ربك قال لا تعبدوا إلا إياه بالولدين إحسانا يعني تسيء إلى أبوها واماها عشان للتبطع إيه إزاي الكلام ده؟ أسلحها مرتبطة به لا ما ينفعش فأصل الحكاية دي لازم يتضبط كده بالمسترة على الشعر الارتباط ده لو كان معناه إن مخالفة الشرع بأن أنزل إنسان منزلة الزوج أو أنزل إنسان منزلة الزوجة وإحنا مفيش عقد بينا فده ما بنوع شرع لكن افرد إن إحنا ارتباط يعني عندنا وعد بالجواز الوعد بالجواز هيفضل وعد بالجواز ما يديش لأي حد حوق على التاني لا في حوق ولا في واجبات أمال إيه؟ إحنا متعلقين ببعض يبقى نكلل هذا التعلق بماذا؟ بما يتيح لنا إن إحنا نرتبط أكثر ببعض اللي هو العقد نتجوز طب غير كده يبقى يفضل في حدود الأدب وحدود الأخلاق العامة ده غريب طب أنا بحبه ها بيجعل ده في قلبك وجعله ده في قلبك طب لو سرح ترو لا يسمح ده بأي نوع من أنواع التجاوز هو ده الصح انت سألتيني عن الحدود يا بناتنا بالله عليكم بالله عليكم إحنا الحالة اللي إحنا فيها دي حالة مربكة وأنا عارف أني بقى كلمة الارتباط دي كلمة لها سلطان على قلوب البنات وكلمة كمان بتستغل بطريقة بشعة فخلينا نتق الله سبحانه وتعالى في ده لأن كتير من الحاجات أقول لكم حاجة أنا مش هقدر كمفتي أتغافل عن فكرة أن الناس أو الشخص اللي حصل به الارتباط العاطفي احتمال كبير يغير نظرته ليكي لو أن حصل الارتباط ده فانت سيبتي الأمور ووقعنا في بعض التجاوزات فأنا من ده لوقتي بقول لحضرتك الضوابط والمعيير الارتباط آه في كتير من الأحيين الأساطير اللي تكلمنا بها عن الحب بتضغط على الناس لكن يبقى أن الشرع الشريف أمرنا بالتقوى والتقوى هنا التقوى على فكرة قبل الحب التقوى لازم تغلف الحب الحب الذي ليس فيه تقوى مفسدة ويجعل الناس تكره بعض في المستقبل ويا ما شفنا ده بعد كده فواحدة واحدة الارتباط ده لو كان ارتباطا عاطفيا بغير أي تجاوزات ما حدش يقدر يتكلم عنه لكن في نفس الوقت نتقل الله سبحانه وتعالى في أنفسنا ترجمة نانسي قنقر